بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في ربوع جامعتكم جامعة الإسراء ولقاء جديد من لقاءات مساق مدخل لعلم النفس الاجتماعي واليوم سنتحدث عن الفصل الثالث والذي هو بعنوان التنشئة الاجتماعية في هذا الفصل سنتحدث ان شاء الله عن مفهوم التنشئة الاجتماعية وأهداف التنشئة الاجتماعية ومراحلها وأساليب التنشئة الاجتماعية والعوامل المؤثرة فيها ومؤسساتها ومراحل النمو النفسي الاجتماعي ما هو مفهوم التنشئة الاجتماعية التنشئة الاجتماعية بشكل عام هي عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل الاجتماعي ما هو الهدف من التنشئة الاجتماعية الهدف منها هو اكساب الفرد السلوك والمعايير والاتجاهات المناسبة لأدواره الاجتماعية المعينة حتى تمكنه من مسايرة الجماعة وحتى تمكنه من التوافق الاجتماعي ويكتسب من خلال ذلك الطابع الاجتماعي مما يسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية بشكل عام التنشئة الاجتماعية هي الاهتمام بهذا الانسان الذي هو عبارة عن كائن بيولوجي يتم الاهتمام به حتى يتفاعل ويندمج ويسير مع افراد المجتمع بيسر وسهولة فهي عملية تكسب الاطفال الضبط الذاتي والحكم الخلقي حتى يصبحوا اعضاء راشدين مسؤولين في مجتمعهم اذا التنشئة الاجتماعية هي تدريب الافراد على ادوارهم المستقبلية ليكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع ببساطة يعني التربية التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة تتشكل لتشكل الفرد منذ الميلاد وحتى الممات طبعا بكون الها يعني التربية الاسرية تدخل بدرجة اساسية في ذلك اذا التنشئة الاجتماعية يعني تعد احدى عمليات التعلم عن طريقها يكتسب الابناء العداد التقاليد الاتجاهات القيم يستطيع من خلالها ان يتعايشوا مع المجتمع الذي يعيشون فيه فهي تربية الفرد وهي توجيه الفرد وهي الاشراف على سلوكه وتلقينه لغة الجماعة يتلقى اللغة يتعلم ويكتسب اللغة من خلال التنشئة الاجتماعية يتعلم العداد التقاليد يعرف كيف ينتمي الى هذا المجتمع يتفهم حاجاته وحاجات المجتمع كلها يعني يتم تعلمها ويتم انتقالها من جيل الى جيل المواقف الاجتماعية المختلفة كل هذا يتم تعلمه من خلال اللي هو التنشئة الاجتماعية طبعا التنشئة الاجتماعية لها بعد اجتماعي هذا البعد الاجتماعي طبعا يرتبط بالظواهر الاجتماعية الصراع الاجتماعي سواء كان الصراع الطبقي او غيره التقسيمات الاجتماعية كل هذا يتفهمها من خلال اللي هو البعد الاجتماعي في حين أن هناك فرق ما بين البعد الاجتماعي والبعد النفسي البعد النفسي هو ارتباط يعني يرتبط الإنسان باتجاهات وميوله وهو قناعته الخاصة البعد النفسي لكن البعد الاجتماعي له علاقة بالصراع الاجتماعي وتقسيم الطبقي الاجتماعي فالتنشأ الاجتماعي بشكل عام زي ما قلنا هي عملية التعلم هي عملية التعليم هي عملية التربية التعلم والتعليم والتربية ما الفرق بينهم التعلم هو أن يتعلم الإنسان بذاته بنفسه لكن التعليم هو أن يتلقى هذا الشيء من ناس آخرين أنا بتعلم ذاتيا هو يسمى تعلم في حين التعليم يحتاج إلى مدرسة يحتاج إلى حد إلقنه هذا الشيء وبالتالي بنسميها وزارة التربية والتعليم لأنها تعتمد على المدارس تعتمد على المعلم فالمعلم عندما يكون هناك معلم تكون اللي هو المسمى تعليم ولكن إذا أنا لحالي بتعلم ويكون هناك تعلم تعلم ذاتي التربية طبعا هي اللي هو يعني الكساب الفرد العداد التقاليد القيم الاتجاهات الميول كل ما له علاقة اللغة كل هذا إلو ما يدخل تحت إطار التربية طيب هذا بشكل عام إذن التنشأة الاجتماعية هي عملية مستمرة تشكل الفرد منذ الميلاد وتعد طبعا للحياة الاجتماعية إلا حيتفاعل فيها مع الآخرين في أسرته أول نواة التنشأة الاجتماعية تبدأ طبعا من خلال الأسرة إيش أهداف التنشأة الاجتماعية أولا هذه التنشأة تكسب الفرد شخصيته في المجتمع تكسب الفرد شخصيته في المجتمع يعني يصير هو الفرد من خلال طبعا تعلمه ومن خلال تلقيه الأشياء اللي بتكون في الأسرة أو في المجتمع يتعلم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية يصبح لديه القدرة على التنبؤ باستجابات الآخرين بشكل عام فعندما يتعلم الفرد شيئا ما فهو يتوقع الاستجابة على سبيل المثال عندما يتعلم كرم الضيافة عندما يأتي إلي ضيف ويتعلم بأن هذا الضيف يجب علينا إكرامه فهذا الشيء طبعا يتوقع ويتنبأ من خلاله أنه الضيف حيكون مرتاح حيكون سعيد حيكون بشوش راح يتعامل معه بلطف وهكذا إذن يتوقع الاستجابات استجابات الآخرين من خلال تعلمه الصفات أو صفة معينة اثنين تعلم الفرد المهارات المهارات اللازمة حيث طبعا هاي المهارات اللي بتمكنه أن نعيش بين أفراد أسرته بين أفراد مجتمعه حياة كريمة وحياة سعيدة هاي اللي هو المهارات الليها طبعا علاقة وثيقة بمستقبل أو بالتربية أو بالمستقبل اللي راح يكون عليه هذا الفرد تكسب الفرد مبادئ واتجاهات المجتمع طبعا التنشئة الاجتماعية التربية الاجتماعية أساليب المعاملة الوالدية التعامل التنشئة الأسرية كل هاي مسميات نهدف إلها اللي هو اكساب الفرد مبادئ واتجاهات المجتمع بعرف من خلالها هذا المجتمع إيش مبادئ وإيش اتجاهات وإيش ميول وإيش عادات وإيش تقاليد وإيش الأمور هاي كلها وبالتالي تكسب هذا الفرد تلك المبادئ والاتجاهات رابعا تهذب الغرائز الطبيعية للفرد وهذا شيء طبيعي من طبيعة الإنسان أنه لديه شهوات شهوة الطعام شهوة الجنس شهوة العدوان شهوة حب التملك كل هاي بالنسبة للتنشئة الاجتماعية فهي تهذب هذه الغرائز ويتعلم الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية ما له وما عليه فلا يجوز أن يعتدي على الآخرين لمجرد أنه جائع فلا يجوز أن يعتدي على الآخرين لمجرد أن هناك شهوة تحركت لديه وبالتالي فإنها هذه الغرائز الطبيعية تتهذب من خلال التنشئة الاجتماعية أيضا التنشئة الاجتماعية تكسب الفرد قيم المجتمع تكسب الفرد عادات المجتمع تكسب الفرد ما الذي يجب أن يعمله وما له وما عليه أيضا تعدل التنشئة الاجتماعية الذكاء الفطري من المعروف أن الذكاء الفطري أن الذكاء بشكل عام ينقسم إلى ذكاء وراثي ذكاء فطري ذكاء اللي هو جاء له من خلال الأباء الأب والأم وقسم آخر هو الذكاء المكتسب الذكاء البيئي بمعنى أنه يكتسب من المحيط من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها من البيئة الأسرية يكتسب ذكاء يسمى بالذكاء المكتسب أو الذكاء البيئي ولكن الذكاء الفطري يأخذ النسبة الأكبر من الذكاء يولد الإنسان ذكي هذا الذكاء إما يتم تنميته وهو استثماره من خلال البيئة أو يتم طمسه وعدم استثماره فالتنشئة الاجتماعية تعمل على تعديل وهذا الذكاء الفطري إما أن تنميه إذا كانت البيئة الاجتماعية بيئة سوية وإما أن تطمس هذا الذكاء الفطري الذي ورثه عن الوالدين فتطمس هذا الذكاء ولا يتم استثماره أو استغلاله من قبل الفرد هذا الذكاء الفطري يولد مع الإنسان فالتنشئة الاجتماعية البيئة المحيطة إما أن تنميه ويصبح أكثر ذكاء وإما أن تطمسه ويصبح أقل ذكاء أو لا يستخدم هذا الذكاء أيضا من أهداف التنشئة الاجتماعية ضبط السلوك معنى أن تكبح السلوك غير السوي وتنمي السلوك السوي من خلال طبعا كبح هذا السلوك من خلال العقاب فيما إذا أقدم الإنسان أو الفرد على عمل أو فعل سلوك غير سوي فأنه تكون النتيجة أن يعاقب على هذا السلوك أو أن يعزز على سلوك يتم عمله هذا السلوك يكون سوي ويكون مطلوب فإذا هذا هو الشيء التنشئة الاجتماعية تعمل على ضبط هذا السلوك فأهداف التنشئة الاجتماعية جميعها أهداف إيجابية أهداف مطلوبة أصلا التنشئة الاجتماعية تسعى إلى عمل أو إحداث هذه الأهداف طيب ماذا يقول المفكرين حول التنشئة الاجتماعية يعني بعض المفكرين أو العديد من المفكرين سواء كانوا في القدم مثل أفلاطون ما قبل الميلاد أو حتى العصر الحديث الأجمع على أنه التنشئة الاجتماعية هي ضرورية ضرورية وخاصة في مرحلة الطفولة فمثلا ابن خلدون المولود سنة 1332 والمتوفى سنة 1406 والمولود في تونس طبعا تلقى تعليمه في جامعة الزيتون الشهيرة ومن طبعا أشهر مؤلفاته ابن خلدون ذلك الفيلسوف العربي وهذا الفيلسوف المسلم له مقدمة ابن خلدون التي لا يزال حتى الآن يتم لهوا الاستفادة منها وترجمت إلى العديد من اللغات وهي الرائدة نستطيع أن نقول رائدة علم الاجتماع وجهة نظر ابن خلدون في التنشئة الاجتماعية تقوم على ضرورة تعلم الطفل القرآن الكريم منذ الصغر وقال هذا ابن خلدون أن القسوة في معاملة الأطفال تدعوهم إلى المكر إلى الخبث إلى الخديعة فابن خلدون يحث على التنشئة الاجتماعية السوية كما أنه يحث على تعلم الأطفال للقرآن الكريم في الصغر لأن التعلم في الصغر كان نقشي في الحجر أبي حامد الغزالي الفيلسوف العربي المسلم الصوفي المولود سنة 1058 والمتوفى سنة 1111 ميلادية هذا الفيلسوف صاحب كتاب إحياء علوم الدين هذا الكتاب المشهور يرى بأن وجوب مراعاة الاعتدال في تأديب الصبي وإبعاده عن أصحاب السوء عدم التساهل في المعاملة عدم تدليل الصبيان في المعاملة شغل وقت فراغ الصبيان بالقراءة طبعا أكيد تعليمهم القراءة والكتابة شغلهم بالتاريخ والقراءة وأحاديث البلاد وأخبار البلاد قراءة القرآن الكريم حض الأباء بتخويف أبنائهم من السرقة وهو أعمال الحرام يعني تبيان الحلال والحرام للطفل فنظرته للتنشئة الاجتماعية ابن سينا المولود سنة تسعمية وتمانين والمتوفى سنة ألف وسبعة وتلاتين هذا الطبيب والعالم والفيلسوف المسلم صاحب الكتاب المشهور القانون في الطب يقول بأنه يجب على الوالد والد الصبي أن يبعده عن قبائح الأفعال ومعايب العادات بالترهيب والترغيب والتوبيخ وإن احتاج إلى الضرب فليقول يعني يواصل كلامه فيقول إذا وعى الصبي فإنه يلقن معالم الدين وحفظ القرآن الكريم فإذا فرغ الصبي من صناعته فإنه يزوج لكي لا تتلاعب به الشهوات يعني يركز ابن سينا على التربية التربية الوالدية السليمة القائمة على التعزيز والقائمة على اللي هو العقاب ويطلب طبعا من الوالدين اللي هو تعليم هذا الصبي إلى أن يصل إلى مرحلة الزواج ويكون قادر على الزواج وبالتالي ينصح بتزويجه بعد أن يكون قد فرغ من لهو تعلم ما يجب أن يتعلم رسو جان جاك رسو المولود سنة 1712 والمتوفى سنة 1778 هذا الفيلسوف الفرنسي المولود في جينيف سويسرا يقول بخصوص الأفكار التي أدل بها في التنشئة الاجتماعية بأن يجب الاهتمام بدراسة سلوك الأطفال سواء كان في المنزل أو في المدرسة وضرورة الاعتقاد بأن الأطفال هم أطفال وليسوا برجال وهنا يعني يفهم من هذا الكلام بأن يجب أن يعيش مرحلة الطفولة يجب أن تعيش الأطفال أن يعيش الأطفال مرحلة الطفولة وأن لا يعاملوا معاملة الرجال منذ الصغر أيضا يجب له الاهتمام بنشاط الأطفال وإخراجهم إلى الطبيعة وضرورة الاهتمام بتربية الطفل من الناحية النفسية والجسمية والعقلية والخلقية بعد ذلك طبعا اللي هو أفلاطون أو قبل كل هؤلاء أفلاطون المولود قبل الميلاد سنة 427 والمتوفى سنة 347 قبل الميلاد هذا الفيلسوف اليوناني الذي اشتهر بالرياضيات والغيره من العلوم طبعا كما نعرف لهو أول فيلسوف في الحضارة اليونانية كان هو سقراط ثم جاء بعده أفلاطون إذن أفلاطون هو تلميذ سقراط ثم أريستو الذي هو تلميذ أفلاطون إذن سقراط أفلاطون أريستو أفلاطون تلميذ سقراط ذكر في كتابه المشهور المدينة الفاضلة بعض الآراء في تربية الأولاد فقال يجب على الذين يتولون بناء المجتمع المنشود أن يختاروا من بين الأحداث الصغار ذوي الاستعداد الحربي يجعلون منهم مجموعة مستقلة يتعهدونها بالتربية البدنية تنشأ منهم مجموعة قوية إذن حرص أفلاطون على تنشأة الأحداث الصغار التنشأة القوية حتى يتم تحضيرهم للحروب بعد ذلك والدفاع عن مجتمعاتهم وفي نفس الوقت يغدون بالأداب والفنون التربية بالنسبة لهؤلاء الصغار حسب رأي أفلاطون واحدة إلى سن الثمانية عشر حيث يتركون تلك الدروس إذن يتعلمون دروس فن القتال مهارات القتال الرياضة أي علوم أخرى يتعلمونها حتى سن الثمانطاعش يزاولون الرياضة البدنية التدريبات العسكرية بعدين عند العشرين يتم تكوين جماعة من أكفائهم وأقدرهم ليدرسوا الحساب والهندسة والفلك والموسيقى وكأنه يقول بأن هناك مرحلة أساسية هي المرحلة الابتدائية والمرحلة التي يتم سقل فيها هذا الطفل حتى يصبح عمره عشرين أو تمنطاعش بعد ذلك يتم له تعليمه التخصصات وكأنه يقول أن هناك مرحلة دراسية تكون أساسية ثم مرحلة ثانوية وبعدها يدخل المرحلة الجامعية وكأنه نفس الترتيب الذي نعيشه الآن هذه نظرة المفكرين للتنشئة الاجتماعية ما هي مراحل التنشئة الاجتماعية؟ للتنشئة الاجتماعية ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى هي بمرحلة الاستجابة الحسية معنى الاستجابة الحسية يعني هي مرحلة المشاعر تكون هذه المرحلة طبعا في بداية حياة الطفل منذ الولادة مع الأم ومع الأسرة الطفل الرضيع لا ليس لديه أي ممارسات أو اندماج في المجتمع إلا من خلال المشاعر من خلال الأحاسيس فهو يحس بحضن أمه ويحس أيضا بلمساتها ومشاعرها تجاهه فهو أول ما يبدأ الإنسان في التنشئة الاجتماعية تبدأ بمرحلة الاستجابة الحسية هي مرحلة المشاعر وهي مرحلة الطفولة أو مرحلة الرضاعة إن صح التعبير ثم بعد ذلك تبدأ هذه المرحلة بعد معرفة أفراد العائلة يسمي إخوانه أخواته يتعامل معهم يصبح في معرفة بسيطة عن العادات عن التقاليد عن اسلوب الحياة فيدخل في مرحلة الممارسة الفعلية ثم بعد ذلك ينطلق بعد الطفولة إلى اللي هو المجتمع الأكبر ويبدأ طبعا في اللي هو مرحلة الطفولة طفولة المدرسة مرحلة اللي هو المرحلة اللي هو الطفولة المتوسطة ثم مرحلة الطفولة المتأخرة ثم طبعا من خلالها تتكون رفاق اللعب ثم بعد ذلك إلى مرحلة المراهقة فالرشد فالشيخوخة وهكذا يتم مراحل راح نحكي عنها فيما بعد فمن خلالها يتم اللي هو العمل ويتم الاندماج طبعا قبل العمل يتم التعليم والتعلم ويتم الاندماج بعد ذلك فيه اللي هو المجتمع فمراحل التنشئة الاجتماعية تبدأ بالمرحلة رحلة المشاعر ثم مرحلة الممارسة الفعلية ثم مرحلة الاندماج طيب أشكال التنشئة الاجتماعية طبعا التنشئة الاجتماعية قبل أن نتحدث عن أشكالها فيه لها أساليب هناك أساليب تنشئة خاطئة وهناك أساليب تنشئة صحيحة من أساليب التنشئة الخاطئة القسوة التسلط عدم التقبل النبذ المقارنة مقارنه بإخوانه التفرقة التمييز الإهمال التساهل الحماية الزائدة التدليل من دلل اللي هو الطفل يعيش الدلال ولكن من أساليب أيضا من أساليب التنشئة الصحيحة التسامح تصحيح الأخطاء بلطف احترام شخصية الطفل تقديره في ساح المجال له للتعبير المرونة تقبل الأخطاء أن نركز على الإيجابيات أن نرضى بمستواه أن نعزز اللي هو السلوك الجيد أن نعدل بين اللي هو الإخوة أن نهتم بهم بشكل متساوي أن نتوازن في المعاملة بينهم دون إفراط ولا تفريط سنتحدث إن شاء الله بإسهاب عن هذه عن أساليب التنشئة سواء كانت الصحيحة أو الخاطئة طيب أشكال التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها هناك نوعين من التنشئة الاجتماعية من أشكال اللي هو المؤسس فيه هناك التنشئة المقصودة وهناك التنشئة غير المقصودة التنشئة المقصودة يعني المقصود فيها أنه تتم في المؤسسات الرسمية في الأسرة في المدرسة نكون قصدين نقصد هذا النوع من التنشئة يتعلم في الفرق يتعلم من خلال أسرته الاتجاهات القيم الأشياء السوية الأشياء الإيجابية وأيضا يتعلم من خلال المدرسة تعلم القراءة الكتابة المهارات سواء كانت هاي المهارات يدوية أو مهارات لها علاقة بالعقل تنمية الإدراكات أو أي شيء له علاقة أو أي شيء له يعني ينتج عنه سلوك سوي هاي التنشئة بيكون مقصودة نقصد أن يتعلم هذا الطفل تلك المهارات طبعا يتلقى هذا الشيء إما عن طريق الأسرة أو عن طريق المدرسة أو عن طريق دور العبادة مثل الكنيسة أو المسجد يتعلم من خلالها يتلقى اللي هو التعليم الحسنة والتعليم السليمة طبعا هاي تعتبر مؤسسات رسمية تتم من خلالها عمليات التنشئة ودور العبادة هنا أيضا أيام زمان كانت هو دور الكتتيب اللي كانت تلتحق بالمسجد تأخذ جزء من المسجد وهي بمثابة المدرسة فيتعلم طبعا الطفل في هذه المؤسسات ما تريد المؤسسات أن تعلمه ويتطبع بالطباع المرغوب بها في مجتمعه أما التنشئة غير المقصودة أو اللا مقصودة فالمقصود بها طبعا أنه بتعلم من خلالها اللي هو الفرد أشياء عن طريق غير مقصود ومنها وسائل الإعلام وإن كان الآن في وضعنا الوسائل الإعلام هي موجهة موجهة علشان يتعلم طبعا لأنه أصبح لا غنى عنها في ظل اللي هو التكنولوجيا والتطور المعرفي الكبير التطور التكنولوجي نحو المعرفة فأصبح لا بد منها وبالتالي يتم استغلالها واستثمارها هاي وسائل الإعلام سواء كانت المسموعة أو المقروعة المرئية أو اللي هو التواصل الاجتماعي كالفيس وتويتر وغيرها من الوسائل الآن المستحدثة هاي جميعا وسائل الإعلام هاي جميعها تقوم بالتنشئة اللامقصودة بمعنى أنه يتطبع ويأخذ منها الفرد الثقافة ويأخذ منها السليب التعامل والمعاملة والتثقيف والثقافة والمعايير والقيام والعادات وكل أنواع السلوك اللي بدها الدولة أو بدها المؤسسات أو اللي هو القائمين على هذه المؤسسات بدهم يوصلوا شيء للأفراد يتم توصيلها من خلال هاي وسائل الإعلام المختلفة قد يكون طبعا المسجد منها لأنه المسجد إذا تم اللي هو استقطاب الأطفال في هذا المسجد وتعليمهم شيء معين تصبح يعني وكأنه يعني شيء اللي هو تصبح تنشئة مقصودة يعني عشان نفرق ما بين التنشئة المقصودة موجود دور العبادة في التنشئة المقصودة وموجودة أيضا في التنشئة اللامقصودة دور العبادة عندما يتم اللي هو التعليم من خلال الكتتيب ومن خلال اللي هو إعطاءه دورات معينة ومن خلال إعطاء اللي هو الطفل مواعيد ودروس وبرامج تكون هذه المواعيد وتلك الدروس والبرامج في المسجد يكون هذه تدخل تحت إطار التنشئة المقصودة أما إذا كان يذهب إلى المسجد للصلاة والعبادات أو إلى الكنيسة طبعا للعبادات فقط فإنه يتولد لديه طبعا ويستمع إلى هو ويرى أو يشاهد المعاملات فإنه بذلك في المسجد يتلقى تنشئة غير مقصودة أما إن ذهب إلى موعد معين لأخذ دورة معينة أو لأخذ أو تلقي دروس معينة فإنه يدخل في إطار التنشئة المقصودة أما إذا كان يذهب إلى الصلاة ومن خلال الصلاة أو العبادة تعلم أشياء فإنها تدخل في إطار التنشئة غير المقصودة نقف إلى هذا الحد والمر القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن شروط التنشئة الاجتماعية وسوف نتحدث عن أساليب التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والنمو النفسي الاجتماعي والعوامل المؤثرة في النمو الاجتماعي ومراحل النمو النفسي الاجتماعي حتى ذلك الحين أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء في الجزء الثاني من الفصل الثالث